موسيقى حياكم الله حبتي طلبة الصفر الرابع العلمي وارحب بكم في درس من دروس المعادلة الكيميائية الفصل الثالث من منهجنا منهج الكيمياء الرابع العلمي المعادلة الكيميائية وحساباتها هذا الدرس المهم واللي اخذنا عبر الدروس السابقة وتحدثنا عن كيفية اجراء هذه الحسابات من خلال النسب المعطاة من المعادلة الكيميائية المتوازنة هذه النسب قد تكون نسب مولية ونسب كتلية ونسب حجمية ونسب جزئية حسب ما نحن نحاول ان نجري هذه الحسابات والمعادلة الكيميائية هي وصف مختصر للتفاعل الكيميائي بلغة الرموز والصيغ الكيميائية المعادلة الكيميائية تخبرنا عن هذه النسب نسبة ما يتفاعل من المواد ونسبة ما ينتج منها المواد المتفاعلة في حالة استهلاك وصولا الى ناتج والمواد الناتجة في حالة تزايد ان المادة التي تحدد الناتج هي المادة التي تستهلك اولا او التي يكون عندها توقف التفاعل باستهلاك هذه المادة المادة الاخرى المتفاعلة معها غالبا ما تكون فيها فائض او قد تستهلك معها بنفس الوقت لمعرفة المادة المحددة للناتج يجب اولا ان نجري عملية التجريب الى ان نصل الى اقل كمية ممكنة من المادة الناتجة طبعا الناتجة بالمولاة الاقل هذه الكمية الاقل اللي تنطيني اياها المادة المتفاعلة ستكون المادة المتفاعلة هي المحددة للناتج المادة الاخرى غالبا ما يكون فيها فائض لمعرفة الفائض من المادة المتفاعلة الاخرى يجب اولا المعرفة المستهلك منها وثانيا طرح هذا المستهلك من المقدار الاصطي لكي نتعرف على المقدار المتبقي طبعا اليوم احنا حينما نتحدث عن حسابات المعادلة الكيميائية وكيفية إجراءها والوصول إلى النواتج يجب أولا أن نستذكر كل مواضيعنا السابقة وخصوصا حسابات المول وعلاقة المول بالكتلة وعلاقة المول بالحجم وعلاقة المول بعدد أبوغادرو إلى أن نصل إلى معرفة كل القوانين الخاصة بالمول لأنها مهمة في حساباتنا طبعا نحن نقدر نجري حساباتنا حسابات المعادلة الكيميائية بأكثر من طريق ولكن طريقة المولات هي الطريقة الجيدة والمهمة والتي سنركز عليها في عملية حساباتنا أيضا هناك يمكن أن نحدد حساباتنا من خلال المادة المحددة للناتج باستخدام الحجوم وكذلك الحال باستخدام الكتل طبعا قانون حفظ الكتلة يقول أن المادة لا تفنى ولا تخلق لذلك نستخدم الموازنة والموازنة المهمة في إجراء حسابات المعادلة الكيميائية قد تعطى في بعض الأسئلة المتفاعلات ولا تعطى نواتج في المعادلة لذلك يجب أن نستطيع أن نكتب معادلة كيميائية من خلال المتفاعلات ونتعرف على النواتج وبالتالي إجراء حساباتنا بشكل صحيح ودقيق موضوعنا موضوع حسابات المعادلة الكيميائية هو موضوع مهم في المراحل القادمة ودراسة بشكل محمق شيئ أكيد لها فوائد كبيرة ومهمة طبعا أنواع التفاعلات الكيميائية اللي مرت علينا يجب أن نستذكرها لأنها مهمة في تحديد النواتج فمثلا عندنا تفاعلات الاتحاد الـ Synthesis Reaction or Combination Reaction or Addition كلها نفس المصطلح تنطينا وتفاعلات التفكك تفاعلات الـ Decomposition Reaction أو تفاعلات الـ Dissociation Dissociated Reaction تفاعلات التفكك الـ Decomposition or Dissociation هذه التفاعلات طبعا أيضا هي عكس تفاعلات الاتحاد ومعرفتها ومعرفت هذه الأنواع مهمة جدا في تعديد النواتج عندنا تفاعلات Displacement or Replacement وعندنا تفاعلات الـ Precipitation وتفاعلات الـ Reducing and Oxidation التفاعلات متعددة هذه معرفتها شيء أكيد مهمة في تطوير فهمنا لحسابات المعادلة الكيميائية إحنا أجرينا من خلال الأسئلة المتعددة أفكار كثيرة ومختلفة من خلال منهجنا اليوم راح أيضا نتعرف على كيفية حساب الأسئلة من خلال انتقالنا للصبورة ومحاولة إضاحة هذه الأسئلة لو أنت أيضا عزيز الطالب شيء أكيد تتحضر معانا في استحضار الورقة والقلم حتى نحل الأسئلة وتحل معانا كل ما علينا أسئلة أكثر وتمرنا بشكل أكبر كل ما كانت عملية الفهم بالنسبة لك أوضح وأحسن دعونا نتقل سوية إلى الصبورة وخلينا أخذ هذا السؤال وشلون نقدر نحله من خلال استعراضنا لكتابته واتمعهم في عملية فهمه هذا السؤال سؤال 18 ثلاثة التفاعل الآتي اثنين اي زائد ثلاثة بي ينتج ثري سي احسب عدد المولات من بي اللازمة للتفاعل بشكل تام مع ألف ستة مول من اي با اثنين مول من اي جيم 11 مول من اي هذا السؤال تفاعل من طينيا واذا وراءت حساب عدد مولات المادة بي اللازمة للتفاعل بشكل تام مع أي ومع ستة مول ومع ثنين مول ومع 11 مول وهذا بسيط جدا للسؤال ما عندنا اي شي اكتب المعادلة خلي نحل هنا فقر الف تو اي زادنا ثري بي ينطيني تو سي عندي هنا مول عندي هنا ثلاث مولات فأول شي راح اقل ستة مول هنا ايش راح يصير راح يصير ان اذا ان للمادة بي طرفين وسطين راح يساوي لثلاثة في ستة على اثنين ويساوي تسعة مول اذا الفقر الف تنتجي تسعة مول من البي عندي ايضا بنفس الطريقة تو اي زاد ثلاثة بي ينتج تو سي عندي ثلاثة وعندي اثنين هذا عندي اثنين مول وعندي هذا ان طرفين وسطين طبعا ان لبي يساوي اثنين في ثلاثة على اثنين ويساوي ثلاثة مول ثلاثة في ثلاثة الى اثنين ويساوي ثلاثة مول ينتج لي من المادة بي هذا حل الفرع بي جيم نفس الطريقة 2A زادا ثلاثة بي ينتج لي 2C هنا عندي اثنين هنا عندي ثلاثة هنا عندي بالنسبة للمادة A اثنين هنا دعش وهنا عندي N طرفين وسطين عندي N يساوي ثلاثة فيه دعش على اثنين ويساوي 16.5 مول هذا هو الحل بالنسبة لسؤال 18.3 لاحظوا شنون حلينا السؤال نقدر نستعرضه بشكل بشكل مبسط التفاعل الآتي 2A زادا ثلاثة بي انطيني ثلاثة سي حسب عدد مولات من بي اللازم للتفاعل بشكل تام مع 6 مول من A 2 مول من A 11 مول من A ناخذ النسبة الأولى ما بين A و B 3 إلى 2 وهناه 6 وهنا N طبعا طرفين وسطين N لي بي طلعت لي 9 مول هذا السؤال حل السؤال فرع ألف فرع با نفس النسبة 2 بتلاثة لكن هنا استخدمنا موليا من A فلذلك عدد مولات B في هذه الحالة طلعت لي 3 مول أيضا طرفين وسطين فرع جيم النسبة أيضا 2 بتلاثة وهناه 11 مول من A لذلك كان N لي بي طرفين وسطين طلع N لي بي يساوي 16 ونص مول هذا حل السؤال من خلال الأفرع الثلاثة وهذه هنا مولات المادة B ناخذ سؤال آخر سؤال 19 3 افترض التفاعل الآتي بين الرصاص الصلب ومحلول نترات الفضة Pb Pb solid 2 Ag N O 3 محلول مائي ينتج Pb N O 3 Y 2 Aqueous زادا 2 Ag solid ألف احسب عدد مولات نترات الفضة اللازمة للتفاعل بشكل تام شكل تام مع 9.3 مول من الرصاص فقرب احسب عدد مولات A G الناتجة من من تفاعل 28.4 مول من الرصاص بشكل تام هذا هذا السؤال اللي امامكم سؤال 19.3 افترض التفاعل الاتي بين الرصاص الصلب ومحلول نترات الفضة هذا Pb solid زادا 2 Ag N O 3 Aqueous يطين Pb N O 3 Aqueous زادا 2 Ag solid ألف احسب عدد مولات نترات الفضة اللازم من التفاعل بشكل تام مع 9.3 مول من الرصاص هذا سؤال بسيط جدا نسبة مولية وبإمكاننا إيجاد B احسب عدد مولات A G الناتجة من التفاعل 28.4 مول من الرصاص بشكل تام نجري أولا حساباتنا فرع ألف شير ريجنا نترات الفضة اللازم من التفاعل بشكل تام مع الرصاص نترات الفضة 2 Ag N و3 وعندي الرصاص PB هذا ينطيني نواتجه هذا 1 هذا 2 1 بإثنية عندي هنا PB اشقت بالنسبة إلي هو دير يحسب عدد مولات نترات الفضة هذا من طنيات 9.3 لنا N طرفين واسطين إذن N لل A G N O 3 يوساوي 9.3 في اثنية ويوساوي 18.6 مول بنفس الطريقة فرع ب اش رايج مولات A G الناتجة من التفاعل هل قد من الرصاص إذن عنده رصاص وعندي A G A G أيضا عندي 2 A G مول اش قد من طيني 28.4 الليد وهذا N طرفين واسطين إذن ال N يوساوي 2 في 28.4 ويوساوي 28 في 56.8 مول من الرصاص أجري أجريت أجريت أيضاً تفاعلي لما استخدمت 28.4 من الرصاص أنتج لي 56.8 مول من الفضة الصلبة كناتج إذن مرة حساباتي أجريتها ما بين متفاعلين مرة أجريتها ما بين متفاعل وناتج وفي هاتين الحالتين كانت النتيجة أمامكم واضحة بهذا الشكل إحنا دائماً ما نقول أنه هذه الأسئلة تحتاج إلى حل وتحتاج إلى دقة في استخراج الناتج عندنا سؤال آخر أيضاً سؤال ونحاول أيضاً من حله نكون بشكل دقيق سؤال 20 هذا السؤال راح نشاهده سؤال 20 من أسئلة الكتاب وراح نحاول من خلال معطياته نوضح شون نقدر نستحصل المعلومة احنا تعلمنا أنه نقرأ السؤال بشكل سهل وبشكل هادئ ونتمعن فيه ونستخرج المعلومات ونحاول نحلها بالتدريج سؤال 20 من التفاعلي أدنى احسب عدد عدد غرامات الأكسجين الناتجة من من تفاعل الكميات التالية بشكل تام ثنين أج جي أو صليت نين أج جي زاعدا أوتو نين أج جي لكوت زاعدا أوتو غاز هذا ألف ثنين بوط ثلاثة قرام من أج جي أو با ستة بوط سبعة سبعين قرام من أج جي أو جيم ثلاثة بوط سبعة وثمانين قرام من أج جي أو كتلة المولية للأج جي تساوي ميتين وواحد والكتلة المولية للأو يساوي ستة عشر كلها قاسب القرام إلى أمول هذا السؤال لاحظ من التفاعل الأدنى احسب عدد غرامات الأكسجين الناتجة من التفاعل الكميات التالية بشكل تام عدد غرامات الأكسجين مرة ثين بوط ثلاثة قرام من أج جي أو مرة ستة بوط سبعين قرام من أج جي أو مرة ثلاثة بوط سبعين وثمانين قرام من أج جي أو هنا أنا أقدر أحل هذا السؤال بشكل ميسر لاحظ معي خلي نحسب بالكتلة المولية للمادة أج جي أو كتلة المولية للمادة أج جي أو تساوي الكتلة المولية للأج جي زادا كتلة مولية لأو ويساوي ميتين وواحد زادا ستة عشر ميتين وسبعة عشر قرام إلى مول الآن أحول إلى مولات اثنين بوط ثلاثة ان تساوي الكتلة إلى الكتلة المولية ويساوي ان يساوي اثنين بوط ثلاثة إلى ميتين وسبعة عشر ويساوي اثنين بوط ثلاثة اثنين بوط ثلاثة إلى ثنين بوط ثبعة عشر لازم هذا أيضا انصحح هذا ثنين بوط ثلاثة عشر وهنا أيضا ثنين بوط ثلاثة عشر ويساوي بهذا الطريقة الآن بكل سهولة 2HGO ينطيني O2 مول مولين عند تسعة بوط ثلاثة وثمانين في عشر والسالب ثلاثة رح ينطيني N إذن N يساوي هذا الرقم تسعة بوط ثمانية اثنين إلى ثنين في عشر والسالب ثلاثة أربعة بوط ثلاثة واحد في عشر والسالب ثلاثة مول هاي مولات الأوتو الآن M للأوتو يساوي هذا الرقم في الكتلة المولية أربعة N في الكتلة المولية ويساوي أربعة بوط تسعة واحد في عشر والسالب ثلاثة في اثنين وثلاثين ويساوي O بوط ستعش قرام هذا أجرينا الحل بالنسبة لي أوتو الآن فرع با فرع با كتلة المولية حسنا حسبناها الـ HGO مباشرة أن ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة ويساو لأوتو الآن م الأوتو يساوي N في الكتلة المولية ويساوي O بوينت O واحد خمسة في اثنين وثلاثين ويساوي O بوينت أربعة ثمانية ثمانية واربعين بالمية قرام الآن فرع جيم N للـ HGO يساوي ثلاثة بوينت سبعة وثمانين على ميتين وسبعة عشر O بوينت O ثلاثين مول الآن 2HGO ينطيني O مول مولين O بوينت O ثلاثين في N N O يساوي O بوينت O ثلاثين على ثلاثين ويساوي O بوينت O واحد مول إذن M للـ O يساوي O بوينت O واحد في ثلاثين ويساوي ثلاثين بالمية إقرام وهذا هو حل فرع جيم إذن حلينا فرع ألف وبا وجين لاحظ معي شون قدرك أحل فرع ألف من خلال النسبة والتناسب 2.13 قرام أوجدت مولات الـ HGO سويت نسبة مولية طلعت مولات الأوتو ومن طلعت مولات الأوتو ضربت في الكتلة المولية طلعت قرامات أوتو فرع با نفس الطريقة تماما طلعت مولات الـ HGO من المولات الـ HGO سويت نسبة مولية طلعت مولات الأوتو من طلعت مولات الأوتو اللي طلعت لـ O.O.15 طلعت الكتلة مال أوتو ضربت المولات في الكتلة المولية وطلعت لـ 48% قرام فرع جيم مشابه تماما أيضا طلعت مولات الـ HGO طلعت لـ O.O.2 سويت نسبة مولية طلعت مولات الأوتو اللي طلعت لـ O.O.1 طلعت كتلة الأوتو بضرب المولات في الكتلة المولية طلعت لي 32% قرام كتلة المادة اوتو اذا طلعت الكتلة من خلال نفس الطريقة بحساباتنا واجريناها طبعا مرة بفرع الف وفرع باء وفرع جيم طلعت لي 3 نتائج مختلفة مرة طلعت لي 0.16 قرام ومرة طلعت لي 0.48 قرام ومرة طلعت لي 0.32 قرام كلها نتائج الفرع الف وباء وجيم اعزاء الطلبة احنا دائما نقول دروسنا هي حلقة الوصل بيننا وبينكم والاسئلة اللي نحلها ما هي الا حقيقة محاولات للتدرب والتمرن من اجل فهم المادة بشكل صحيح اليوم احنا ما نقدر نفهم المادة اذا ما حلينا اسئلة واذا ما استمرين بالحل واذا ما تمرن وحاولنا مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة الى ان نصل الى حملية الفهم الحقيقية للمادة انا متأكد انه انتم من خلال الدرس كنتوا متواصلين معانا وكنتوا ايضا قادرين على انه تحلون الاسئلة مثل ما حلينا وتتواصلون مع حل المادة وبإمكانكم ان تطورون من حملية الفهم بحل الاسئلة الاكثر وكل ما حلينا اسئلة قلنا اكثر كل ما كانت عملية الفهم حاضرة وواسعة انا اشكر كل من ساهم بانجاح درسي لهذا اليوم من المصورين وفنيين والسيد المخرج والمشرف العلمي الاستاذ جعفر البياتي واشكركم والقاكم في دروس اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة